هلو بما يعني أخيري كيف نحن في اليوم؟ اريد أن كل Center اليوم هو المندي سوف نصل إلى أن أبدوا يسرده طبعا إحنا أخذنا ناو و يسرده شرحناهم اليوم برضو بدنا ندخل قاعدة بسيطة وصغيرة على now و yesterday بس بدي تلكيز يا حلوين اوكي بدنا ناخد أداة السؤال where الwh question word where معناها اين يجي بعديها الverb to be طبعا فيه احنا نتحدث عن present now معناها الآن في زمن المضارع where بعدين الverb to be is am are حسب الquestion بعدين الضمير المفرد او الجماع اذا where is ضمائر المفرد where are ضمائر الجماع اوكي بدي اروح ليستردي الماضي امس where بعدين الverb to be لكنه بالماضي اذا كانت is was where بعدينها where لضمائر الجماع where was مع ضمائر المفرد where where مع ضمائر الجماع و احنا عارفين انه اداة السؤال where معناها اين بدي اسم مكان اوكي اوكي خلينا نشوف المثال الاول picture number one where was handel last week حطلنا اداة السؤال where بعدينها الverb to be is حولها ل was لانه عندي last week بعدين حطلنا بدل الضمير اسم هلأ handel هي هي عشان هيك اختت عندي قبلها was where was handel او where was he last week لما بدي اجاوب اول شي بابلش بالضمير هي بعدين باخد ال was حسب اللي وردت في السؤال مش من عندي he was at the park at the theater at cinema whatsoever حسب ممكن تكون صورة ممكن تكون عندي هو مختار الجواب حسب ما هو موجود عندي نشوف picture number two where was handel yesterday نفس الشي where ادت سؤال اين was ماضي لانه yesterday وعندي handel he where was handel yesterday he باخد ال was من عندي طبعا هي اللي هي عائدة على handel he was at the beach بدي اروح لا yes no question the same نفس الطريقة بس yes no questions احنا اخدناها بالمضارع اذا بتذكروا ال is وال are هون بس بدنا نضيف قاعدة simple past اللي هي was و هدول برضو في بداية السؤال بيكون جوابهم يا اما يس يا اما نو خلنشوف ال questions طبعا في present now is he or she or at are they you in the pool now اذا is و are بيجوا في بداية السؤال yes no questions فقط بعدين الضمير بعدين تكملت السؤال نشوف بي yesterday the same was و where طبعا حسب الضمير was بعدين he or she or at where بعدين they or you in the pool yesterday لما بدي أسأل بي is بيكون الجواب yes he or she is لما بدي أسأل by are yes they are oh no they aren't نفس الشي بي was yes he was oh no he wasn't or she or at where were they yes they were no they weren't نشوف الexamples عندي اللي هم البكتورز آخر صورتان okay was sarah at home last night was أداة السؤال sarah هي الناون الاسم اللي سأل عنه last night طبعا الليلة الماضية was sarah هل sarah كانت موجودة في البيت last night طبعا بطلع أنا بشوف موجودة yes بجاوب yes وحسب الضمير اللي كان في السؤال بنزله sarah she yes she وبختار أداة السؤال اللي سأل فيها yes she was إذا كانت no no she wasn't was sarah at the library a week ago قبل أسبوع كانت sarah في library في المكتبة قبل أسبوع خلنشوف البتشر no in the park so بحكي no she حسب السؤال سألني عن مين عن sarah she عن أحمد he حسب السؤال إذن هو عن سألني 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 الليلة الماضية last month الشهر الماضي last evening آيوة اللي هو عنا المساء الماضي last year السنة الماضية last week الأسبوع الماضي yesterday معناها بالأمس إذن last أي إشي ماضي last day اليوم اليوم الماضي last month الشهر الماضي last week الأسبوع الماضي last evening last night إذن كلمة last مع أي كلمة أخرى بلدل على الماضي في عندي البوكس الثاني a day ago ago الشي راح وخلص a day ago يعني قبل يوم a year ago قبل سنة a week ago قبل أسبوع a month ago قبل شهر طبعا أنا بتمنى إنه يكون الواجب اللي رح أحكيه هلا بطريقة منظمة مرتبة على الأسطر كتاب صحيحة بدي البوكسات اللي موجودين في page 79 79 يتلخصوا على الدفتر كتاب صحيحة تمام مع نسخ الصورة الأولى والثانية فقط تمام وإن شاء الله بكرة رح نعمل revision مراجعة لهاي الأشياء حتى ما تختلطوا الأمور ببعضها